تذكرين مرة قلتي لي أنه تصلت بي أنا ببراغ حتى نلتقي بسوريا وإيجاني ومعرف السماع كلامي شنو الموضوع شنو اللي صار هو فتشان ريلي لحد الآن دائما أفرح بهذا الشي اللي صار أنه أنا رحت لسوريا بالتسعين أسفر رحت لبراغ بسنة التسعين وآني كنا أنا والدي وبيبيتي وجدي ما موجود كان بسوريا بعد فالتصنى بي دع سلم عليه جدو أنا صار لي هواية ما شايفتك كلش أحب أشوفك ليش ما تيجي لبراغ هو ما كان عنده نية يجي حقيقة أجي فتشنت أحس أنه يمكن مكالمتي وإصراري أنه يجي هو اللي يخلى وهو يحب دائما المكان الهادئ ما يحب الزحمة فإحنا تشنا بالشقة مالتة عايشين قاعدين ففضل أنه ياخذ فندق حتى ما يضايقنا ونكون إحنا براحة ما يضايقكم لو ما يضايق اثنين هم سواء أنت من كثر أعجابتش بي أنه دقولين بنفس الزيارة من نزل ديروح للفندق وليت يتبعين عليه شون يتميشهم الشباك يعني من أجل إبراغ وراحت شون سكم بالفندق أقول له ليش تروح دنيا ليه أبقى يمنى بس هو يفضل أنه يروح للفندق مالتة لأن ماكو مكان الشقة مزدحمة فتنت أبقى بالشباك أتفرج علي شلون دا يمشي واحدة وديروح قلت لك عندي جدي أشوفه فتشي شموخ فيعجبني أتفرج علي وأشوفه دا يتمشي واحدة وإصرارة أحس يعني بهالعمر طالع واحدة ديروح زين شتتذكرين عنه يعني شخصيته طباعة فتشي أحسه هو ريلي شموخ داما ما أباوى علي هو طويل وآنهم أباوى علي فتشي رمز للشموخ والعناد والإصرار فتشي جميل كل شيء يعني حقيقة كلامه وتصرفاته كل ها الدل عنه أنه هو شخص مميز محمد مهدي الجواهري كتب قصائد وأبيات شعرية في كثير من الأمور المختلفة السياسية الاجتماعية أو لعب دور يعني في مختلف الأزمنة خلينا نتكلم ونبقى في إطار العائلة والجو الأسري هل سبق وأن تذكرين كتب بيط شعري أو قصيدة لأحدها زوجاته أو أحد واحد من أحفاده أو إلي شو أنت هو كاتب للعديد من أحفاده وأولاده وبيبيتي بس أذكر البيت اللي كتب الوالدتي إنه خيالا حرة من خير أم وأبي حلا تأثرك بالجواهري كان منذ نعمة أطفال كنت تقرأين الشعر تحفظينه وتقرأينه في المدارس في كل المراحل الدراسية شنون اللي كنت تقري دائما الأشعار المميزة ودائما هي اللي تطلب أو ربما أنت تقدميها دياد ججلة الخير هذه كانت تطلب لو أنت حافظتها أنا حافظتها والناس أكثرهم يعرفوها لأن هي موجودة بالكتب المقررة وسهلة وحلوة وعن العراق وعن ججلة هل هذا الشي سواء لتشهرة بالمدرسة؟ يعني بالمدرسة يصر عندك علاقتش بالمعلمات بالمدرسات يصر أسهل وأحلى مع الطالبات؟ يا يا صرت الشاعرة أنا الجواهري صرت بالمدرسة بالمدرسة بعدة مناسبات بعدة احتفالات شعرية أو سباقات شعرية كنت ألطيها شنو أبرز شعر عالق في ذاكرتش من الجد؟ هي يا دجلة الخير حافظتها؟ لا لا شوية منها حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني حييت سفحك ضمآن ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين من أجمل الأشعار طبعاً اللي كنا حافظيها وتربينا عليها صح تقولين كان عند شغلة مميزة العرق تشين نهائياً ما يذبه؟ نعم وشنو أشياء أخرى تذكريها؟ أعرف العرق تشين شي مميز إليه كان دائماً شنو أشوفي يلتقي بهوايا ناس أدباء بنتي مثلاً الصغيرة كان كل شي يحبها وتقعد وياه يسالف وياه مع العلمية ما كانت تحكي بس ما عرفش يسالف وياه شي يسالف وياه ونومت الظهر جداً مهمة مقدسة كثيري نومت الظهر يعني مقدسة وشنة أذكر بيبيتي ما تخلينا نحكي لأنجي ديناهم لأن حقيقةً هو عنده كل وقت من أوقات حياته كأنه هو داي ألف فتقصيدة جديدة أو داي يتأمل شي معين فوقت الظهر مثل ما هسأاني كبارة دائفتهم هذا اللي يصير إنه هو حتى من هو نايم أو مختلي وحده هو يمكن عنده فتقصيدة داي ألفها داي يفكر أو داي يفكر بشي أو يتأمل شي فلهذا تريد دائماً وقت الظهر إنه ما حد يزعجه لما ينام موسيقى 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 اشتركوا في القناة